مرة أخرى ماذا بعد خروج عن رشد الليلة الماضية الحلقة الماضية عن رشد تعريج السريع على قضية الأساتذة وزمناء الأساتذة هناك ملفين وضحات جدا جدا من فصلات ومهماتها الاثنين الملف الأول ملف أعضاء هيئة التدريس لماذا نجيب في هذا الموضوع؟ لأنه زاد من الاحتقان في المجتمع الليبي سواء في المنطقة السرقية الغربية الجنوبية في دارنا في انظروين أي عضوية التدريس موجود في قضيتين ملفين أي سبحان الله لا أتحدث مع زميل من زملائي إلا عنده مشكلة معينة قضية معينة إذارية لها علاقة بالقضايا المنية أنا متأكد الكليات كما ذكرت الحلقة السابقة الكليات والجامعات ديرات وجبهن فلان خدمة معايا وهكا رئيس القسم يسجل الجدول رئيس القسم يأخذ العميد العميد يجمحن عبر أعضاء التدريس الشؤون عبر مكتب شؤون الأساتذ والموظفين من العميد يوقع العميد الشرفين الجامعة والجامعة الشرفين المالية المؤسسات التعليمية دائرة شغلها أين العرقلة؟ مرة تانية فيه ملفين ملف اللي ما يأخذوش في شيء معيدين ومدرسين وأعضاء التدريس لا يتقاضى في مرتبات فيه اللي ثلاث سنين خفص سنين مكافعات معيدين متعاونين لا شي على اطلاق يدفع للدولة والدولة ما تدفع لاش ليش بنيش عارف سلامه قوله من ربه غفور يعني ما نعرف شنو ولا القضية هذه الملف الثاني ملف الزيادة في الرواتب هذا الملف الثاني الملف الثاني أمام الدولة ثلاث حاجات يا أما سعر الجنيه سعر الدينار تغيره يقعد له قيمة لما ندخل للمتجر ولا ندخل المستشفى ولا نبين لا قيمة كبيرة جدا يا أما خفضوا الأسعار يا أما يجدوا الرواتب فعلا لابد من حل لأن من حل واحد يخش 200-300 جنيه في جيبه يكوش ويبوز يطلع بشكرتين واحدة فيها معدنوس وشوكولاتة وبمسي وكذا هناك تضخم هناك غلاء أسعار هناك الرواتب ثابتة هناك هناك شريحة لا تأخذ في الرواتب بالإطلاق ونأخذ بيبة هذه قضية يعني سريعة جدا وسهلة خاصة للناس يمتقضلش في الرواتب يمتقضلش في الحقوق ومكذا كارثة 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 على التعليم أسأل الله سبحانه وتعالى أن الناس أيضا لا يتحامل على أعضاه التدريس الطلب مش في الزيادة الشريحة كبيرة جدا مظلومة ما تأخذش أصلا ولا قرش في الشهر في نيؤولي واخذ النصر تبهى ما تأخذش فيه وقضايا لا أول لا أخر وبالتالي حلها سهل وحلها مرة تانية يرفع الإشحاف علينا ويرفع من الضغوط ويرفع من الكثير من الاحتقان حول على مجتمعنا وتزداد كفاءة الإنسان وعمله وما إليه رد الحقوق هذا كل ما يطلب أعضاء هيئة التدريس